السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو جديد عن التخلص من الوحام سوف نذكر في هذا الفيديو بإذن الله بعض الطرق لكيفية التخلص من الوحام والغسيان تابعوا هذا الفيديو حتى النهاية ولا تنسوا الاشتراك معنا في القناة تظهر أعراض الحمل بشكل واضح خلال الأشهر الأولى منه ويعد الوحام من هذه الأعراض حيث يتمثل بالشعور بالدوغة والغسيان خلال الشهور الثلاثة الأولى من الحمل وقد تختلف حدة الوحام وأعراضه من حامل لأخرى إذ يكون خفيفا لدى البعض فلا يؤثر على صحة المرأة أو يكون شديدا فيسبب القيء والإغماء مما يؤثر على صحة الحامل وصحة الجنين لذلك لابد من معرفة بعض الطرق للتخلص من الوحام إذن كيفية التخلص من الوحام تجنب المشاكل وعدم التفكير بها وتهديئة الأعصاب فيجب على الحامل أن تشغل وقتها بالأشياء المسلية مثل القراءة أو لقاء صديقة تجنب رائحة العطور القوية والروائح الكريهة وبالأخص في الفترة الصباحية لأنها تسبب الدوخة والغسيان البقاء في الفراش لمدة ربع ساعة عند الاستيقاظ ومن الأفضل أن تتناول وجبة الإفطار في السرير إن أمكن وبعد فترة وجيزة تنهض من السرير حتى لا يسبب ذلك تهيج للمعدة عدم تناول الطعام الدسم كالحلويات والزبدة والابتعاد عن المخللات وتنصح المرأة بشرب الحليب وتناول الفواكه ابقاء معدة الحامل ممتلئة عن طريق تناول وجبات صغيرة ما بين الوجبات الرئيسية طوال اليوم تناول الأطعمة الخفيفة مثل الشربات والسلطات وكذلك تجنب السلسات الحارة والأطعمة المطبوخة بمركز الطماطم وتجنب المقليات ويفضل أن تتناول المشويات وتقليل كمية التوابل على الطعام كما يجب على الحامل شرب الحليب باردا لأنه يمنع تهيج المعدة بإذن الله القيام بالمشي لمدة بسيطة يوميا إن أمكن وإذا سمحت الطبيبة بذلك خصوصا في الصباح لأنه ينشط الجسم ويولد الراحة النفسية وبالتالي يحد من أعراض الوحام بإذن الله ثانيا إذا لم تجدي هذه النصائح فهناك بعض الأدوية التي يمكن للطبيبة أن تصفها للحامل بسيطة مع الطبيبة بشأن ذلك فهي التي تحدد نوع العلاج المناسب وأيضا طريقة استخدامه ثالثا بعض الخلطات الطبيعية للتخلص من الوحام ننوح أنه لا يجب تناول هذه الخلطات إلا بعد استشارة الطبيبة والسماح من قبل الطبيبة للحامل بتناول هذه المشروبات أولا خلطة الزنجبيل يقلل الزنجبيل من رغبة الوحام والأثار المترتبة عليه إذ يهدئ المعدة ويقلل الشعور بالدوار والغسيان لذلك يجب على الحامل شرب مقدار فنجان من مغل الزنجبيل المحلة بكمية مناسبة من العسل على الريق اثنين خلطة البقدونس يتم غالي بعض أوراق من البقدونس ثم يشرب مقدار فنجان فاتر منه في الصباح ويفضل في الصباح الباكر على الريق حيث أن البقدونس يخافف الرغبة في القيء أو الإحساس بالدوار ثلاثة خلطة خل التفاح تنصح الحامل باستخدام خل التفاح من أجل التخلص من القيء وذلك عن طريق خلط مقدار ملعقة صغيرة من خل التفاح في كوب من الماء أربعة خلطة الكمون يتم نقع مقدار ثماني ملاعق صغيرة من الكمون مع ملعقتين صغيرتين من الخل ويترك لمدة تصل لليلة كاملة وفي اليوم التالي يحمص على النار وتتناول الحامل منه ملعقة يوميا في الصباح الباكر في نهاية الفيديو ننوه أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني أبدا عن زيارة الطبيب وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الرجوع إلى مصدر هذه المعلومات في وصف الفيديو في نهاية الفيديو لا أعجبكم ياريت تدعمونا بلايك وكممنت وتشاركوا الفيديو مع أصدقائكم وتشتركوا معنا في القناة وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ ترجمة نانسي قنقر